هون سألوا كيف قالوا بوضعها بدأنا بالدعوات إلى التقسيم والفدرالة بشكل واضح وكأنه كل ما يعجز عن وصول إلى التسويات تطرح موضوع الفدرالة بتنزك بطاقة الفدرالة والتقسيم بوجه اللبنانيين هذا لبنان لا يمكن تقسيمه ولا يمكن فدرالته بأي شكل من الأشكال أنا سابقا حكيت عن موضوع جنود الرب وارتباطهم بالقوات اللي هلأ عم بيصيروا ظاهرة أو شكل من أشكال الفدرالة والتقسيم في بعض المناطق واليوم بدي أقولك أن القوات اللبنانية إضافة إلى ما ظهرت في موضوع جنود الرب القوات اللبنانية التي فتحت تسع معسكرات تدريبية تسع معسكرات تدريبية وين هي؟ ببعض المناطق اللبنانية من وين هي المعلومات؟ أحد أحكي فيها أنا عم بحكي فيها وأرسل عدة عناصر إلى الأردن لتدريبهم على يد ضباط أردنيين وبريطانيين وطلع بأحدى المقابلات بيحكي فيها عن وجود 15 ألف عنصر عسكري مدرب جاهزين هاي بوقتها وفسرها هاي دعال أنه ما كانت مزبوطة بلقاء مع وليد جنبلاطيا صح وبيكمل وبيوعد السفيرة الأمريكية أنه هو جاهز للمواجهة مع حزب الله وأول بروفا كانت الطيون أنا بدي أقوله أنه موضوع في مقابلة أنا أحضرتها لإلك مهمة بيحكي فيها الشيخ صادق بذكرة بوقت اللي طلعت الشيخ صادق النبيلسي وطلعت السفيرة الأمريكية تتفقد بئر بغزة كم معك؟ ويومتها حكى معلومة ما حدا ما حدا وقف عندها قال أنه هذه ليست تفقد البئر بل تفقد المنصات اللي وقفين وراء النوضير عندما ينوضروا على الحدود وقتها ما حدا أخذ وقتها صحيح أنا بدي أقول القوى الأمنية لن تسمح بذلك أنا رهاني على القوى الأمنية أوكي أثنين كثير من المسيحيين لن يقبلوا بالانخراب بهذا المشروع ثلاثة روح أسأل أصدقائك الكنديين والألمان والبريطانيين اللي موجودين خلف النوضير وعلى غرف جبال صنين يسألوك هل اللي بنصحوك بتفقد بهاي المواجهة أم لا دقيت بالمنطقة شو فيه على غرف جبال صنين لا ولو معروف يعني ماذا تفعل اللي بدي يحكي بالسيادي بالخطاب اللي قدمه قبل ما يحكي عن موضوع حزب الله واسلح حزب الله المعروف أنه موجه إلى المقاومة إسرائيل ضد إسرائيل يحكينا عن الغرف الفرنسية والبريطانية اللي موجودة على الأراضي اللبنانية ماذا تفعل؟ هلأ أنت كبت حكي كثير قاسي وعالي بس بده شوي التفصيل أول شي رجعني على تسع معسكرات تدريب وين موجودة هالمعسكرات؟ وإذا أنت عارف فيها ليش القوى الأمنية والأجهزة الأمنية مش عارفة فيها برأيك القوى الأمنية لا تعلم بوجود معسكرات تدريبية للقوات اللبنانية؟ لما واحد بيطلع بيقول أنا عندي جهاز عسكري مؤلف من 15 شو بيصير بهذه الحالة لما بيكونوا عارفين أنه هناك معسكرات تدريبية؟ أولا لما بدنا نحكي بمعسكرات تدريبية ونحكي جهاز عسكري لأي حزب يعني نحن عم نحكي بمدربين وعم نحكي بتسليح هو من وين؟ ولا مين موجهين؟ وبوجه من مين موجهين؟ نفس السؤال اللي بيتوجه لحزب الله بمعسكرات وأسلحك والكل هذا سلاح حزب الله من أول ما أول ما بلش بلش بوجه الإسرائيلي ولا زال بوجه الإسرائيلي وأعطى سمار بوجه الإسرائيلي بس أنت سلاحك موجه ضد مين؟ لا قتلت الإسرائيلي ولا قتلت التكفيري هاو اتنين الخطرين اللي هددوا لبنان فرجيني بأي معركة حضرتك حمايت أو بلداتك أو ناسك وقراق أو حتى العناصر التي تابع بلت عم بجرب يعمل توزن رعب يعني طلع قال عندي خمسة عشر ألف طلع السيد قال له في مئة ألف بركي بده يحسن العدد يعني شو هالمبارزات هيدا؟ هلأ هي كلمة اللغة صايرة تشمأزل بعضهم بس هو بيعرف الخمسة عشر ألف ما بيعادلوا واحد عند حزب الله يعني ده موضوع ما تستخف لا طبعا بدي استخف لأنه لما الإنسان بيكون عم بيقاتل عن عقيدة في أرضه ولكل بلده ويؤمن بالشراكة كتفا إلى كتف مع أبناء بلده في مواجهة الأعداء والأخطار التي تهدد البلد فرق ما واحد حامل السلاح وناطر فرصة عم يتحيانا لإبرام أي فتنة أو فوضى في البلد وجربة ما حدا يقول ما جربة جربة بأكتر من مكان وما نشحي